كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الأيام المباركة هي أيام معظمة عند الله نحن الآن نعيش في شهر محرم الحرام هذا الشهر هو من أعظم شهور السنة ربنا عز وجل عظمه وشرفه من بين سائر الشهور ربنا عز وجل أضافه إلى نفسه فنقول شهر الله الحرام وهذا فيه تشريف وتكريم لهذا الشهر شهر محرم الحرام شهر محرم الحرام هو منذ القدم كان الناس يعظمونه حتى قبل الإسلام في الجاهلية كان تعظيم شهر الله الحرام السؤال لماذا شرف الله هذا الشهر وجعله قبل الإسلام معظما مكرما مشرفا عند الكثير من الأمم والأقوام لأن هذا الشهر فيه يوم عظيم يسمى يوم عاشراء الذي هو اليوم العاشر من شهر محرم عاشراء يوم مبارك يوم مكرم يوم فيه من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى منذ القدم والأقوام والأديان والأمم يشرفون ويعظمون عاشراء فلماذا كرم الله تعالى هذا اليوم وما هي العادات والتقاليد التي يقوم بها الناس واعتادوا أن يحيوا بها هذه الأيام تسعاء وعاشراء الكلام الطويل ولعلكم تعلمون تفاصيل ذلك لكن باختصار شديد سؤال يطرحه الكثير للناس ما الذي علينا أن نفعل في عاشراء وتسعاء إذا نردنا إلى المجتمع من حيث التقاليد والعادات الشعبية فإننا نجد عدد كبير من الممارسات التي هي مجرى تقاليد لكن التابت في السنة النبوية الشريفة المطهرة هذا اليوم معظم وطريقة تعظيمه يكون بصيامه فقط صيام هذا اليوم المكرم وقد جاء في الحديث أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة المكرمة ووصل إلى المدينة المنورة صادف هناك أقليات من اليهود كان هناك يهود بني قريضة ويهود بني النظير ويهود خيبر مجموعة من القبائل اليهودية كانوا متمسكين بيهوديتهم وكان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يربط بينهم جسور للحوار والتواصل هم أهل كتاب أهل دين وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بعث برسالة خاتمة وبعث بقرآن عظيم خاتم فكان يسألهم جلس بعض علمائهم فوجدهم صائمين لما أردوا أن يقدموا شيئا للطعام والشراب امتنعوا سيدنا النبي قال لهم ما بلكم لماذا لا تريدن أن تأكلوا أو تشربوا قالوا نحن صائمين وصدف ذلك اليوم يوم عاشرة فقال لهم ولماذا تصومون هذا اليوم عاشرة قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق في هذا اليوم غرق فرعون وفي هذا اليوم استوت السفينة على الجود في عهد سيدنا نوح فصامه نوح وصامه موسى شكرا لله سيدنا موسى صامى ذلك اليوم لما نجاه الله تعالى من كيد فرعون وأغرق فرعون وجنده سيدنا موسى صامى ذلك اليوم وسيدنا نوح لما كان في السفينة وغرق من غرق واستوت السفينة على الجود ونجى نوح ومن معه صامى ذلك اليوم شكرا لله فإذا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم نحن أحق منكم بموسى موسى نبي وهو مذكور في كتابنا وأحق بصوم هذا اليوم فإذا بالنبي الكريم يصوم ذلك اليوم وأمر أصحابه بالصوم هذا ما هو تابت في السنة النبوية الشريفة بعد ذلك سوف ينزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السماء وسيخبره المولى عز وجل بأسرار هذا اليوم ويخبره بالكرمات وبالمغفرة التي جعلها الله تعالى في هذا اليوم فإذا بالنبي الكريم يجمع صحابته ويقول صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والمقبلة وصوم يوم عشراء يكفر السنة الماضية فجاء تشريع سماوي بأن صيام هذا اليوم عشراء من صامه؟ في الأول كان الأمر مجرد تضامن مع سيدنا موسى عليه السلام لأنه كان معرضا للظلم ومن مقاصد الإسلام هو التضامن مع كل مظلوم ولكن بعد ذلك جاء الوحي الإلهي ليؤكد بأن القضية ليست مجرد تضامن مع مظلوم وإنما هي عبادة للرحمن سبحانه وتعالى فأكرم الله تعالى المسلمين بأن صيام يوم عشراء يكفر السنة الماضية إذا كان يوم عرفة وهو أعظم أي من الله في السنة يكفر سنتين الماضية والبقية فإن صوم عشراء يكفر السنة الماضية هكذا قال النبي الكريم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فهذه بشرى لنا بشرى عظيمة لشك أن كل واحد منا له ما له وعليه ما عليه من الذنوب والخطايا طيلة السنة يا ما ارتكبنا خطايا يا ما ارتكبنا موبقات يا ما لم نحافظ على الصلة في وقتها يا ما وقعنا في هنات أكيد أن كل واحد منا حينما يلتفت خلفه ويرى حصينة سنته يأسف ويخاف ويقلق فيأتي صيام هذا اليوم فيغفر ربنا سبحانه وتعالى ويكفر جميع الذنوب والخطايا التي مرت السنة الماضية هذه كرامة أكرم بها الله تعالى هذه الأمة وهذه نعمة أنعم الله بها علينا فعلينا المزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى في العام الذي بعده صيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشراء وأمر صحابته بصيامه فجاء عنده بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله هذا اليوم تعظمه اليهود وتعظمه حتى النصارى فلابد أن نخالفهم فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فهذه مخالفة لليهود والنصارى بأن يزيد عن هذا اليوم يوما قبله أو يوما بعده والراجح يوما قبله التاسع لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك العام كان العام الذي سوف يلتحق فيه بالرفيق الأعلى توفي ولم يصوم ذلك العام كان قد التحق بالرفيق الأعلى خلصة الكلام أيها الأحبة الكرام شريعة الإسلام في هذا اليوم وهو أننا نصوم يوم عشراء الصيام هو التابت الأساس نصوم عشراء ومن زاد عليه صامة سعى رغم الإكرهات والتعب دير العمل ودير المسؤولية للأولاد رغم كل شيء ورغم الحرارة أو رغم طول اليوم لا عليك اقفز فوق كل هذه التخوفات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفر عنك كل الدنوب والخطايا التي مضت السنة الماضية ولا شك أن كل واحد منا يعلم في نفسه كم من الذنوب وكم من الخطايا وكم من التفريط في جنب الله فعلينا أن نشتهد هذا اليوم العظيم أيها الأحبة الكرام حينما نقرأ في السنة النبوية الشريفة وفي الأدلة نجد بأن فيه أحداث كرام وقعت قيل بأن هذا اليوم تاب الله فيه على آدم سيدنا آدم عليه السلام حينما ارتكب الخطيئة وربنا عز وجل قال له يا آدم هذه الجنة كل واشرب وتمتع فيها كل شيء عندك مباح إلا هذه الشجرة إياك أن تقرب هذه الشجرة لكن آدم بفعل وسوسة الشيطان أغواه فضعف ثم ذهب إلى الشجرة فأكل منها وزوجته حوى وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فخدع آدم فلما أكل من الشجرة غضب الله عليه وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ربنا غضب غضبا شديدا على آدم لأنه لم يأمره إلا بأمر واحد أو قل لم ينهه إلا عن نهي واحد ومع ذلك لم ينجح لم نجد له عزم بقيل يا سيدنا آدم مدة طويلة وهو تائه وربنا عز وجل عليه غضبان لكن سيدنا آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ذلك اليوم الذي أدركت التوبة كان سيدنا آدم فرحا مسرورا يسجد لله لأن الله أخبره يا آدم لقد قبلت توبتك بعد مدة طويلة من الانتظار فوفق ذلك اليوم يوم عشورة لهذا يسمى هذا اليوم يوم التوبة ويوم المغفرة هذا اليوم أيضا قيل بأن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما كان في صراع مع النمرود ذلك الحاكم المتمرد ذلك الحاكم المتسلط الذي كان يقتل الأنبياء والصالحين وقد نصب من جنيق وحفر حفر من النار وأراد أن يعذب إبراهيم عليه السلام أمام الملأ سيدنا إبراهيم كان يعاني يعاني في المواجهة وكان النمرود كل يوم يسوف متى سوف نعذبه وكيف سيعدب إبراهيم هل يكون شنقا أم يكون بسفك دمه أم يكون بإحراقه ظل النمرود يجتمع مع مجموعة من مستشاريه ويقولون كيف نقضي على إبراهيم وعلى دعوته البعض يقول ليشنق والبعض الآخر يقول لا ليسال دمه والبعض الآخر قال لا بل ليحرق بالنار هذل أيام ما كيتكلموا كيتكلموا وكيتسنو ويسوفون فإذا بهم يصادفون يوم عاشورا ذلك اليوم أرادوا أن يحرقوا سينا إبراهيم فإذا بالله جل جلاله يقول للنار يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأنخذ الله تعالى نبيه إبراهيم في يوم عاشورا يوم عظم مكرم وقيل أيضا هذا اليوم يوم المغفرة سيغفر الله تعالى لنبيه داوود عليه السلام سيدنا داوود عليه السلام لما كان نبيا حاكم وكان عنده مجلس قضاء وحكم في القضاء ولم يحكم لم يتبين له وجه العدل كان حكمه يتضمن ظلما لأحد الأطراف فندم داوود عليه السلام واستغفر ربه وأناب فغفر له لأن أحكمه لم تكن صائبة وصدف ذلك اليوم يوم عاشورا وقيل أن ذلك اليوم ابن داوود لهو سليمان عليه السلام كان عابدا وكان زاهدا وفي تلك الأيام كان يطلب الله تعالى أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يطيش ملك عظيم وفعلا بقى كيدعو سليمان هذا الدعاء فأعطاه الله تعالى الملك اليوم الذي نصبه وأعطاه السلطة وأعطاه السولجان وفق يوم عاشورا وهب له ملكا عظيما وقيل أن هذا اليوم عاشورا أيضا وفق لما خرج نبي الله يونس عليه السلام من بطن الحوت سيد يونس الذي بعته الله تعالى إلى مئة ألف أو يزيدون ولكنه أصابه القلق والدجر فترك قومه وركب في السفينة وحينما أرد السفينة أن تغرق قالوا إن بها عبدا آبقا ومن تم رموه في أعماق البحر فالتقمه الحوت وظل سيد يونس قيل ثلاث أيام ثلاث أيام في بطن الحوت كان صائم لهذا اليهود يصومون صيام ثلاث أيام متتالية يسمونها صيام يونس ابن متى بقي في بطن الحوت وربنا غضبان على يونس إلى أن قال تلك الأذكار قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بقي يونس يذكر الله ويدعو الله تعالى ولكن الله لم يأبه به حتى الملائكة في السماء تقول يا ربنا إن هدى عبدك يونس لطالما دعك بالليل والنهار فيقول الله تعالى إنه عبد أعبق لن أسمع منه ولن أغفر له إلى أن ألهمه الله أذكارا عظيمة ماذا قال قال سيد نونس وفي بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما قال هذه الكلمات العظيمة ربنا عز وجل تاب عليه وأخرجه من بطن الحوت لولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعتون فخرج من بطن الحوت وصدف ذلك اليوم يوم عاشوراء وقيل أيضا أن سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتله الله تعالى بمرض خبيث سرطان من درجة قوية وظل سبعة عشر سنة وهو يعاني ويصبر وزوجته تقول له يا أيوب أنت نبي ودعوتك مستجابة ادعو ربك ليكشف عنك العذاب فكان يقول لا ربي هو الذي ابتلاني ولن أرفض قدر الله ربنا عز وجل حينما يرى أنه مناسبا أن يرفع عني العذاب فليرفعه وظل صابرا صبر أيوب وحينما جاء الفرج الإلهي ورفع الله البلاء عن أيوب وافق يوم عاشوراء وهكذا أحداث كثيرة وقعت حتى سيدنا يوسف نبي الله يوسف قيل بأنه كان منذ صغره وهو تائه من دار العزيز إلى السهن إلى قصر الملك وبقي حوالي خمسة وعشرين سنة وهو ووفيتيه مفارقا لأبيه فكان يعقوب عليه السلام يدعو الله تعالى أن يرد إليه ابنه يوسف فلدة كبده وحينما سوف يلقي عليه ثوبه ويرتد بصيرا ويرجع يوسف وفق ذلك اليوم يوم عشرة وهكذا أحدث كثيرة يقال بأنها وقعت في هذا اليوم فهو يوم معظم نجى الله فيه تعالى نوح وقومهم ممن رقبوا في السفينة حتى استوت على الجود ونجى الله فيه موسى عليه السلام من كيد فرعون لهذا فجميع الأديان اليهودية والنصرانية والإسلام وحتى الصابئة وغيرها من الأديان الأخرى الكل يعظم يوم عاشرة وهذا التعظيم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نصومه ويكفر الله تعالى بصيامه سيئاتنا لكن هناك التاريخ التاريخ يشهد بأنه قد وقعت أحداث غريبة ومريبة في هذا اليوم لعل من أبرزها وهو مقتل سيدنا الحسين عليه السلام في معركة كربلاء في سنة واحد وستين للهجرة تلك المعركة كربلاء التي تسمى كربون وبلاء كربون وبلاء وكان حدثا مروعا مقتل حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسين عليه السلام ومن ثم سوف تنقسم الأمة الإسلامية إلى طائفتين كبيرتين طائفة الشيعة وطائفة أهل السنة والجماعة منذ هذه الواقعة انقسم المسلمون وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الفتن التي سوف تحدث في الأمة منها أنهم سيكونون الشيعة وكان أولها أن انقسمت الأمة إلى الشيعة وسنة بعد مقتل سيدنا الحسين لهذا إخواننا الشيعة عندهم طقوس وتقاليد غريبة وأهل السنة والجماعة عندهم أيضا طقوس وتقاليد غريبة نحن المغاربة المغاربة يوم عاشراء يوم معظم عندنا عندنا تقاليد وعادات ولتناها أبا عن جد في عاشراء ما الذي يحدث في المشرق المشرق الناس عادة وحد الفئة اللي هم محسوبين عن فلك السنة والجماعة هذا اليوم يرقصون ويضربون بالدفوف والمزانير ويوسعون على عيالهم ويصنعون لهم ألعاب والألعاب دائما قتالية تجد هناك مسدسات وبنادق وسيوف ومفرقعة الألعاب هي حربية تذكر بذلك الجو المتشنج الذي كان بين المسلمين فأهل السنة والجماعة كأنهم فرحوا بمقتل سيدنا الحسين عليه السلام فإذا بهم وسعوا على عيالهم بالفواكه شروا الفاكية ودربوا بالدفوف وغنوا وجعلوا ذلك اليوم يوم فرح وسرور أهل الشيعة جعلوه يوم حزن لبسوا السواد وبدأوا يبكون ويضربون خدودهم وصدورهم وأضرموا النيران وطافوا حول النار وامتنعوا عن الطعام فكان هكذا العالم الإسلامي انقسم إلى نوعين مغربنا الحبيب أيام زمان كان فيه تواجد شيعي محدود وكان فيه أهل السنة والجماعة فكان الناس يقيمون كذا وكذا إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا نجد بأن هناك أناس كدربوا بالدفوف بالتعارج وكدروا المزامير وكدروا الألعاب وكدروا الفاكية يعبرون عن الفرح والسرور وفي أثانية ربما بغير معرفة يضرمون النيران ويطفون حولها اللي وقع هو أن في التاريخ قامت واحد طائفة مليشافة الأمة الإسلامية انقسمت إلى قسمين وصبحت هناك تقارد وعدت غريبة عن الإسلام داروا وحد العداء أخرى ثالثة وهي اليوم الموالي يوم الحادي عشر سموه يوم زمزم ما هو يوم زمزم؟ هو أن الناس كيقولوا أجين تفو الغضب هذيك العافية نتفوها فكيرموا الماء على الناس ويرشونهم بالماء كيقولوا أجين تفو الغضب في قلوبنا وذيك العافية نتفوها يرشون الناس بالماء هذا هو اللي بقي ما زال أنا في عادتنا المغربية كالقوداب الآن في الأحياء الشعبية غد يلقوا الناس كيضربوا الطعارج وفرحانين وخصوصا النساء النساء لأن سيدنا الحسين هو رمز للحرية سيدنا الحسين رمز لرفع الضم سيدنا الحسين رمز لإقراء العدل فالنساء اللي كانوا محرومات وكانوا كيطلبوا الحرية كانوا كيستغلوا يوم عشراء وكيخرجوا كيضربوا بالدفوف ويغنين ويرددنا واحد الشعار كيقولوا باب عشر معلن حكام آلا لا باب عشر معلن حكام آلا لا كانت النساء عندهم أحكام شديدة عليهم للمتخش المرأة لا خروج لها إلا مرتين خرجت إلى بيت زوجها وخرجت إلى قبرها كانت هناك تقاليد وعادات تحكم النساء فكانت المرأة في يوم عشراء عند الحرية كتتزل الطبل وللبندير للطريقة وكتخرج مع زميلتها إلى الشوارع وإلى الأزقة وكيبقوا إلى منتصف الليل يغنين ويضربن بالدفوف ويرددن هذا الشعار باب عشر معلن حكام آلا لا لكن هناك أيضا تقاليد أخرى اللي هي جميلة وتبقى غير تقاليد بعض العائلات يقومون بالتهيئة الجديدة بهذه المناسبة بعد عيد الأضحى كانوا كي يخذوا الجديد وكيخذوه خصا ديالة كيخلوا واحتال يوم عشراء وكيفوروا عليها الكسكسون وكيقولوا هذا الجديد معناه سلة الأرحم من لك أن ناكلوا اللحم الجديد كيقعد العلاقة بين أفراد العائلة والأحباب ما كان سوش الماضي بينتنا وكيكون هناك الإخلاص للذي مضى وكيكون تزود بالفاكية على الجميع وكينا عادت أخرى جميلة ربما ممكن نذكرها أن التجار التجار يقوموا ببيع كل بضائعهم يدروا السود كانوا بعض التجار عبر التاريخ المغربي أيام زمان كانوا يختاروا ما شفت للصيف أو الربيع وإنما يختاروا يوم عاشرة فكيقول لك تاجر بغي يبيع كل تجارة بأقل تمن خصو يتبرك ما يخلي التحجة في المحل دياله ما يدخل محرم حتى العاشرة العاشر خصو يقعد البضاعة اللي عنده في المحل يبيع ولو يبيع بأقل تمن تبركا باش يعود جدد بضاعة جديدة وكيف كذلك وحد العادة جميلة وجميلة وجميلة جدا اعتاد عليها المغاربة وهي أنهم الأسر الغنية يقدمون زكاة أموالهم في عاشرة عشر أموالهم العشر للأموال للخصوة للفلاحة وغيرهم فالأموال در على الحول يخرجوا على الفقراء وكيوسعوا لهم فكانوا الناس يتسنوا عشر أمت لأنك بعض العائلات الكريمة أنها تعتبر هذه المناسبة إخراج لزكاة الأموال وطبعا الأمور هي مخيفة هي ما يسمى ليلة الشعالة ليلة الشعالة لتلقى وحد المجموعة المراهقين يقومون بإدرام النيران على البنوة على المطاط وكي بدأوا يجتمع حول النار ويرددون أهزيج وهذه أهزيج اللي سمعتوها في الذاكرة الشعبية رفي معظمها تحكي قصة مقتل سيدنا الحسين كلك تتكلم على الضم الذي وقع لحفيد نبيه الرحمة صلى الله عليه وسلم والخطر الأكبر هو اللي كنتسمعه دبا الآن واحد المجموعة للشباب والمراهقين واحد الأطفال كي يستعملوا المفرقعات والألعاب النارية هذه خطيرة جدا خطيرة لأن كيتعلم الإنسان أنه يمزق الأمن والأمان وستر السلام كي يعد هناك نوع من التعود على الفعل الإرهابي أنه مفرقعات وصواريخ وألعاب نارية هذه عادات وتقاليد كثيرة وكثيرة في هذه المناسبة ولكن يبغى نذكر به أيها الأحد بالكرم وهو الصيام كي نعنت أخرى لا داعي ذكرها وهي أن بعض الناس في هذه المناسبة الطيبة كيمشيوا للروضة كيمشيوا للمقابر علش في التقافة الشعبية مش في الدين غير في التقافة الشعبية كيقولوا بأن الأرواح تعود على الأجساد في يوم عشرة فالناس يقصدوا المقابر يزوروا الأموات ويتصدقوا جميل زيادة المقابر والتصدق على الفقراء والمساكين لكن تخصيص هذا اليوم ملكة تعود المقبرة بحل سيسوق ليجتمعوا فيها الضكورة والإنات وكان فقدوا الخشوع ويكون هناك وحد الجو اللي فيه ترفيه عوض أن يكون جو فيه ألم هذا أيضا أمر لا ينصح به زيادة المقابر زورها ولكن في أيام متعددة ولا داعي لكي يكون هناك اختلاط من الضكور والإنات الرحمة تصل إلى الميت في كل وقت وحين وقد تكون بعيد عليه أي نعم الميت يستأنس بزيارة قريبه ملكة حداف المقبرة يستأنس به الميت ولكن الذي يقع في بعض المقابر فوضى اختلاط الضكور بالإنات وقد تضيع مظاهر الخشوع وقد تصبح واحد النوع من الاحتفالية وهذا لا يليق بمملكة الأموات لابد أن نحترم المقابر دينا لكن أخطر ما يقع في عشورها وهو الأعمال السحرية وحد المجموعة دي الناس أخذوها من عند اليهود اليهود معروفين بأن لديهم خبرة كبيرة في السحر فاللي بغى انتقى من شيء واحد المناسبة هي هذه هي عشورها هناك سحر أسود وهناك سحر أبيض وهناك أشكال وألوان من السحريات يستعملها بعض الناس إما لجلب الحبيب وإما للتفريق بين الزوج وزوجه وإما لإبطال الربح في التجارة وإما لطرد موظف من وظيفته وإما 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 مجموعة الأشياء غريبة تقع للأسف هناك سوق رائجة للسحر وذلك كفر والعياد بالله لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هذا غير صدق الساحر أما إذا قال لدي لي واحد الخدمة صوب لي فلان دلي واحد العكس فلان في الوظيفة دلي واحد القضية ما يبقاش قاس فقو الكرسي يهرب من الكرسي يطج فلان مع فلان دلي يلي واحد السحر ما يبقاش بعضياتهم دي ما در راسها دي ما عند الغتيان حتى رجل لا يزهد فيها فلان عنده التجارة دلي البوار ما يبيع ما يشري هذه الأرض تقفى هذه المحل يبقى دائما رجع النور هذه كلها أعمال شيطانية نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكل من يقوم بها لا حول ولا قوة إلا بالله لن أطيل عليكم مستمعي الأفاضل فأرقامنا مفتوحة في وجه الجميع لكي نتناقش حول هذا الموضوع هذه اللحظة هناك احتفالات كبيرة هذه اللحظة بالضبط في الأزقة والشوارع والمدن العتيقة هناك النساء يضربنا بالدفوف ويزغردنا ويغنينا منهم من يقول باب عشور معلن أحكام ألا لا ومنهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحب الكرام لنتواصل معكم ونستقبل مكالماتكم أرقامنا الهاتفية دوما موضوع رهن إشارتكم وهي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبدأ بأول مكالمة من إقليم خنيفرة مع أختنا للا خديجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ لبس للا الله باك فيك الحمد لله ما يشد لنا الخطعات مين هادي ونتنتصب الله أكبر الله أكبر سمحي لنا الحمد لله وشكرا الله يعلي مقامك الله يعلي مقامك وقد اتصل في عشرة أستاذ أنا شكرك بزاك 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 أكرمك الله للا خديجة الله يفرحك بدخول الجنة للا خديجة أمين يا للا الله عشر خطواتك الله يجعل في كل خطوات بركة وسمحي لنا بزاك 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 لا نشد لبساعتين ونشد لطار يحتسل البرنامج لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله سمعنا صوتك الله مرحبا مرحبتي أكرمك الله للا عفت أنا تنطلب منك يا للا عيلي عندي ثلاثة لبنات وولد يهديهم الله أولا يبدوا يصلي يا ربي يا ربي وواحد خطيفة في برها رجلها ما خدامش يستر ليه الله الأمور في الخدمة لا إله هي لله وبن سيتها هيكينا في برها عينش ويعفو عليها الله يا أستاذ يا رب ومع الوليدة ومع شي جيرنتهم وابنتهم سكن ما يسسسول فيهم حد لا إله إلا الله بغيت داعي لي مع الجيران ومع جميع اللي تيتمعنا والمسلمين قاع لي أمين يا رب يتيطلب الله شي حاجة في هذا الأيام المباركة يا رب يا رب إن شاء الله ومع الزوج ديالي فخدمته وابقالي هذا العام يكمل إن شاء الله بخير وعلى خير يا رحمة يا رحيم ومع ودخويته هو أغضي يدفع شي ورق يستر ليه الله في شي شد لباك وبغى يدفع في شي حجان نطلب الله يستر ليه الله يا رب يا رب يا رب يا رب خديجة الله يجيزك عنا الفخير يا رب يا رب يا كريم ومع بناتي يهديهم الله بغيتهم يصلي وشدوا ويخفهم ومع واحد الولد يكون إن شاء الله إذن بار يا رحمن يا رحيم شكرا لك للا خديجة شكرا لك وكان بغى نقول لك خديجة لطريقة دي استقبال المكالمات تارد علينا من مختلف المدن المغربية الحبيبة ومن القرى والمداشر والأقاليم مكالمات كثيرة نحن عدنا استدل خطوط هاتفية ونحرص أننا نأخذ من كل مدينة ومن كل إقليم ومن كل قرية مكالمة وأحيانا ما نحاولوش ننساو المناطق اللي هي كتبا مهمشا كان نمشو لهذه بالضبط هذوك الأماكن اللي كتكون قراء بوادي ناس اللي هم بعد عن التواصل كانت أهم الأسبقية باش يسمعوا الكلمة دي لهم لأن كان واحد تقسيم يقول لك هناك المغرب النافع والمغرب الغير النافع كان قلوا هذا التقسيم كولوميالي استعماري ما كانش كان هناك مغرب واحد شرقه وغربه وشماله وجنوبه يتعانقان والأسبقية كتكون دائما للناس اللي عندهم ظروف صعبة وهذا اتباعا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال ابغوني في ضعفائكم يلنا اللي بغى يعبر عن محبته للنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يقلب للضعفة يقلب للناس اللي في ظروفهم صعبة وتقرب لهم وحبهم واسمع ليهم ودريد المساعدة سوف تكون قد عبرت عن محبتك الصادقة للنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم فللا خديجة كان اعتدر لك مرة تانية وكان شكرا على التواصل السادة المستمعين للا خديجة في المكالمة جيلها أش قالت قالت وعبرت عن قلبها الكبير للا خديجة عند النية الصادقة وعندها قلب كبير ما كرهت تحل عينيها وتعود تسده متفيق وتلقى كل من حولها في ظروف حسنة تلقى ولداتها وبنيتها مهديين كي يصليوا ومرضيين في العبادة تلقى زوجها في العمل دياله ميسر وأن قلب على التقاعد يبقى دائما في تألق على طول ما كرهتش تلقى الحباب في خارج أرض الوطن يكونوا معززين مكرمين ما كرهتش الجيران كلهم يكونوا في وضعية حسنة ما كرهتش ودخوها يلقى عمل ميسر ما كرهتش يأكل هذا ماذا يدل يدل على أن قلبها فيه خير وأن نفسها كبيرة وأن بدكنية غيجزها رحمة سبحانه وتعالى ماذا كنعرف المؤمن الصادق المؤمن الصادق مش كنعرفه بكثرة سجوده ولا بكثرة نفقته أول علامة من علامات المؤمن الصادق هو أن قلبه عمر بالخير أي نعم السجود عبادة وطاعة وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد والمنفق المتصدق كيضحي بأعز ما يملك المال لكسبه بعرق جبينه ولكن قبل الصدق بالنفق وقبل السجود والرقوع أول علامة كنعرف بها المؤمن الصادق اللي عنده الإيمان الصفي وهو أن قلبه عمر بالخير كيكون قلبه عمر بالخير أنه لا يتمنى إلا الخير للخلق وأنه وخيوق عليه السوء وخيوق عليه الاعتداء وخيوق عليه اللي يوقع كيقول ما كنساه ما كيفكر فيه غير كينعس وكيفيق وقد أشرق شمس يوم جديد وبدأ صفحة جديدة وكينسا لأن خديجة كنهنك على هذه الصفة التي أعطىك مولانا سبحانه وتعالى الصفة ذي الإيمان الصادق وأسأل الله الكريم المتعال أن يرزق أبنائك وبناتك يرزقهم الهداية ويحبب إليهم الصلاة وينبتهم نبتا حسنة ويطرح البركة في زوجك ويجئم التعب الصحة والعافية وطول العمر ويجعله دوما متألقة وجميع أفراد العائلة الضكور والإنط والكبار والصغار الله يجعلهم في كل خطوة بركة ويفتح لهم باب التيسير وباب الفرج وجميع الجيران ديالك هنيئا لهم بك كان بغنقل الجيران ديال الله خديجة من إقليم خنيفرة هنيئا لكم بهذه الجارة شحل جميل يكون عندك جار بحل الله خديجة يتصل بإدعاء خاصة ويكلف نفسه يدعو لجيرانه كلهم بالخير والبركة في هذه اللحظة اللي كيلقوا بعض الجيران عندهم شناءان وعندهم خصام ومداربين على أبسط الأشياء مداربين على السالوت على الباب المشترك مداربين على على الأسانسور مداربين على الجريدة اللي يقدم الباب مداربين على شيء واحد كي يقرقب بالليل على المواقف تاع السيارات على أشياء بسيطة وكي يخطعوا الكلام بعضيتهم بغنى أن أخذوا للخديجة من خنيفرة كنمودة جميل أنها ما الشغل كتقدم المساعدة وإنما كتصل بإدعاء خاصة وكتطلب لهم الرحمة والهداية والبركة هنيئا لك للخديجة الله يكتر من أمتالك وأسأل الله تعالى أن يعم على الجميع رحمته وبركته وهداه اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول من إقليم خنيفرة إلى فاس معالى لهدا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد رب شكره لله الله علي مقامك لله الله يجزك بشار يبارح تصنر نظر الله ودائما كنت صنر الله والبارح يبارح تصنر لك الأب لك الأب لك الأتوف يا ليلة هيد الله وكينا أنا ولدتي فتحنا الأب لك الأتوف الله 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 وخلى لي الدراء الصغار وكيف لا إله هيد الله صغير ورعنده خمس سنين الله أكبر وحسن بابا بابا دابا يبا وتقررت باش نتصر بيك تزوج ديالي الله يرحمه كنت أنت عندي عزيز جزاف لا إله هيد الله ورعنده يالك جزاف جزاف ومؤمن تنكديرك على اليوتيوب وشطك تصوير على اليوتيوب لا إله هيد الله إن لله وإن إليه يرجعون الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر وإلى لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله للا هودا الله يزيكم صبر للا الله يزيكم صبر للا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم ما كي حس بي المعاناة إلا اللي عنده نفس المعاناة للا هودا عنده قلب طاهر قلب ينبض بالإحساس النبيل وفعلا البارح ذكرنا السيلة اللي مات لها للزوج ديالها وخلل لها الملدات ديالها وكتشعر بالفراغ قيمة قيمة الأب الأب عنده واحد قيمة عظيمة هذه فرصة اللي عنده شيء أب على قيد الحياة الله يجازيكم بخير تهلوا فيه بوسوا له الرأس بوسوا للدين بوسوا الرجلين وخي قل لكم شيء كلام ربما تكون انتم يا كتتعبروا أنه غير سوي خطع لأنك ما تعرف القيمة دي للأب حتى كتفقدوا إن لله وإن إلي رجعون للا هدى رب سبحانه وتعالى يتولكم جميعا بالعناية والرعاية ويحفظ منك الله الوليدات للا هدى هذا الأب لتوفى نحن الحمد لله عدنا واحد بشارة طيبة المؤمنين ما كان قلوش فلان مات شكول لي مات الميت هو الذي لا يذكر الله هذا هو الميت أما الذي كان قيد حياته يذكر الله ما كان قلوش له مات كان قلو التحق بالرفيق الأعلى التحق بالرفيق الأعلى يا سلام ويا نعم الرفقة أن الإنسان يخرج من الكوكب الأرضي ويرحل إلى علياء السماء إلى أين؟ إلى الرفيق الأعلى ربنا جل جلاله بشرنا وقال إنها دكرة ما هم أموت أرهم أحياء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموت بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ره الأمود ينع رهم أحياء عند الرحمن معززين مكرمين الميت من اللي كيموت كي حزن عليه ولاده وإحبابه المقربين إليه ولكن كي حزن عليه جوش الأشياء خصوصا كي حزن عليه مقام مصلة المكان اللي كي يصلي فيه كي يحزن عليه وكي بكي كي يقول هذا الجسم الطاهر كان يصلي فوقي وذب الان رحل إلى الرفيق الأعلى فيبكي عليه مكان مصلة ويظل يبكي عليه والمكان الثاني اللي كي يبكي على الميت إلا توفي وهو مصعده إلى السماء ذاك المصعد من اللي كانون لأعمال صالحة الأعمال كتصعد إلى السماء هنا واحد مصعد مصاعد السماء كل من له مصعده كتصعد والأعمال الصالح الكلمة الطيب يصعد والأعمال الصالح يصعد إلى الله تعالى فيبكي عليه هذا المكان لكن للهدى ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة وقدرنا الوفاة وعدا بأننا سوف نجتمع جميعا غادق على الجماعة ما تخافين للهدى غيجي واحد منهار كنا كنا أحياء وأموت غلتقيوا في دار السلام وغنجمعوا بعضياتنا ومن اللي غي يسولون غيقول لك الدنيا شركت فيها ستين عام سبعين سبعين عام غيقول لك كنت كما ما بين العصر والمغرب يعني الوقت كله حتى الوقت العصر حتى الغروب الشمس هذا والدنيا كلها هذا الهيلمان كله اللي وقعوا وهذه الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية وهذه البروتوكولات وهذه الصراعات لا شيء رأي في ميزان الله تعالى غيقول أي واحد منها يقولي كم لبت في الأرض عدد السنين يقولون يوما أو بعض يوم والمؤمن يقول لك لبت كما ما بين العصر والمغرب يعني مدة قصرة جدا لهذا العاقل لا ينبغي أن يحزن ولا ينبغي أن يغتم العاقل يملأ وقته بالذكر والمذاكرة والعمل الصالح هذا هو العاقل هذه التجارة حقيقية رأي حاجة إلى بوار إلا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله لكي سعى في ذكر الله تعالى في العمل الصالح لكي أقول لي فيس لأخوة غاديز فلا ينبغي أن نغتم للهدى الفقد ديالكم هو محتاج دبا الآن إلى الدعوات محتاج إلى الصدقات محتاج إلى أنكم تكون فيما بينكم متحابين لأن الميت منك يكون في القبر دياله وكلقى العائلة متحابة وكلقى فيهم تضامن وتكافل وتسامح كيفرح كيقول خليتهم مرتاحين إنت كي اغتم الميت في قبره من لك يمشي للقبر والأموات يعلمون ولا يعملون كي بجي يشوف العائلة دياله بأنهم خاصمين بأنهم ضربين على الميرات وبأنهم شعور المحاكيم وبأنهم دائم يتشابكون بالأياد والسب والشتم كتقدك الميت كي يبكي وفي قبره يحزن والأرض تستقع عليه فالحاقل هو أنه يخلي الدنيا ليجاني مرحبة واللمشى ده بيعود ربي ما تخافش عدنا دائما قانون التعويضات الإلهية قد يعودنا ربي سبحانه وتعالى ونكتر من الصدقة والأدعية فلل لهدى أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقكم الصبر والسلوان أسأل الله تعالى أن يلقي في قلوبكم السكينة والطمأننة وأن يرحم فقيدكم اللهم يا رب أسكنه فسيح الجنات اللهم يا رب بوئه مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم يا رب العالمين اسقه شربة ماء من حوض النبي لا يضمأ بعدها أبدا اللهم يا رب ارحمه وارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين قولوا معنا آمين 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 يا رب العالمين وأبشرك للهدى را الحمد للأمود يلن كلهم في الجنة لعل فقدك الآن في الجنة يرتع في أنهارها ويستمتع بنعيمها في الجنة إن شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك واللحظة نتحول من إقليم الانفاس ونعتدر لمجموعة من المكالمات التي كانت على الخط سيد محمد لانقطع الخط ديالو معذرة يا أخي محمد وإن شاء الله تعالى بشارة بالجنة لجميع كان الصالحين حينما يلتقون فيما بينهم ملكي بغوت وادعوك يقول لهم موعدنا الجنة إن شاء الله حينما تتحدث عن الجنة باستمرار فإن متاعب الحياة الدنيا تبدو لك هزيلة وزائلة ولا تساوي أي شيء سبحان الله العظيم ترتفع معنوياتك سبحان الله العظيم يكتر عندك غرمون السعادة سبحان الله العظيم تصبح عندك قوة مدهلة لمواجهة كل مصاعب الحياة ويسألك شو واحد ما هي مشكلتك في الوجود غدق المشكلة واحدة وهي أنني لم أشكر ربي حق شكره كان الصالحون اللي كتجمع معهم وكتسولهم ما هي مشكلتكم ما يقول لك مشكلتي هي أزمة تعليم ولا أزمة تطبيب ولا أزمة إسكان ولا أزمة نقل ولا أزمة توظيف ولا أزمة لا يقول لك ما عنده مشكلة مشكلته الوحيدة التي لا تاني لها أنني لم أشكر ربي حق شكره هكا التصور دياله برمجة ذهنية غريبة كبلي بأنه فقط أنه لم يشكر الله على النعم لأنه يستشعر عدد كبير من النعم لقال فيها الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتمه وفي قراءة وآتاكم من كل ما سألتمه لا إله إلا الله نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويبارك في الجميع واللحظة نتحول الآن معنا مكالمات أخرى كثيرة من أقاليم مختلفة غنتحولوا من فاس وغنشوا إلى إقليم سطط مع أخينا سيدي عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحبك ملي عمر محمد رب ونشكره أخي الله يبارك في كسيدي والله يخرج السربيسك لها غير عام الحاج آمين أمين أخي عام الحاج وغير تسوق لك وعد تسوق لك وعد تسوق لك وعد تهي وقت مرحبا أخي وعنا أجلش وجه في جه السكر الله يشافي يا رب يا رب يا مين من الصور ديالي منك عدي شي 3 سنين ولا 4 سنين الله 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 وسيدنا عمر شنو السبب وش عامل وراتي ولو قعلك شي خلال في الولادة ولا تفاش لا كانت طح تهرس من نيفي ايه وصافي بقاوك يشري بجدك الوقت هنا معاق الموال وتقال لك رفيسك لاي لاي هذا الضم سيكين الله يشافيك أخويا وعام الحاج بغير تطلب منك وعد تليدك ايه أخويا بغير نشوف شي طيب تصيفتنا عدو الله يرضي عليك ديال العينين ايه وش السكار اضطر لك العينيك اه السكار اضطر لك على عينيك اه ليلة هيل الله قراء عدي ملكانت عدي شي ثلاثنين ولا عامين ايه ديبار عدي ثلاثنين وثلاثنين عام طالت ثلاثنين طالت ثلاثنين ضايشة فيك مولاين ضايشة فيك يا رب وخف ويسي عمر وعمل حاج وعدي الصجدة عد نتيجم ايانا شو يمسكينا نعصر صبي طالب ايه بغيت تدعينينا ماء يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا كريم وش وعمل حاج يا خويا وش تغلينش يطريب ولادك وخاصة دي عمر على رأس العين اخويا الله على صدر العين بإذن الله أنا سجدين الرقم دي قصد عمر هنقول من أخينا سامي في الإخراج وتلقي المكالمات والقماطر الفني أنه سجدين الرقم دي سي عمر مرحبا اخويا ولو أنه كان عندنا برنامج خاص في الإداعة مختص بالخدمات الطبية كان اسمه قلوب رحيمة البرنامج انتهت الصلاحية منذ الفين وخمستاش ولم تجدد لأن هناك واحد ترسانة قانونية شيئا ما صعب وتعذر علينا أن نعيده مرة أخرى لأسباب متعددة ولكن مع ذلك مع ذلك ليست القضية ببرنامج أو هذا كل غير مجرد وسائل وإنما رحمة الله تعالى واسعة وخيره عظيم وفضله كبير إن شاء الله صديق عمر ربي سخر شباب من الأبواب إن شاء الله تزرشي طبيب مختص وإن شاء الله يكون الفحص ويكون كل خير بإذن الله أنا صديق عمر اخليت الرقم ديالك هو سفر ستسبع ستين عام هو هذا سجلته بإذن الله وإن شاء الله نتوسطه فيما بعد وخي عمر رأى ربي سبحانه وتعالى من أسمائه الشافي العافي ربي سبحانه وتعالى سأله النبي الكريم قال يا رب قال هذ الناس هذو 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 مرضو شكل مرضهم قال لهم المرض مني قالوا الشفاء قالوا الشفاء مني المرض من الله والشفاء من عند الله قال يا رب هؤلاء الأطباء وهؤلاء المعالجين قال لهم الله تعالى هؤلاء لم أريد أن أقطع أرزقهم يا ربي بغير رزقهم بغير لي المنضى ديالهم بشعين شتب ممستورين دالهم الله سباب من أسباب الرزق وإلا فإن ما أصابك من مرض أو سقم من الله والعلاج رأيئة من عند الله وربنا عز وجل يقول قل كل من عند الله قل كل من عند الله أي نعم الإنسان مسؤول على تصرفاته ولكن هناك دائرة الاختيار وهناك دائرة الإجبار وهناك الدائرة الكبرى كل من عند الله كل سعجمنا عند رب سبحانه وتعالى الله تعالى من أسمائه الشافي العافي لك المريض علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طريقة جميلة للعلاج أو على الأقل لتخفيف الآلم المكان لك يضرك كتوضع عليه يدك اليمنى أو على الأقل كتوضع يدك على قلبك على القلب لذلك عنده أمراض نفسية عنده اكتئاب عنده قلق عنده سحر عنده عين عنده تابعة كيوضع يده على القلب دياله واللي عنده مرض آخر عنده الركابية عنده الرشق عنده المغص في المعيدة كيوضع يده على مكان دا علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نقول بيقين ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني ربنا أكبر من كل الأمراض والأسقام وأكبر من كل الأسباب والمسببات ثم كنقل سبع مرات اللهم إني أعود بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر اللهم إني أعود بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وغتشوف البركة ديالها غتلقى بأن سبحانك يا جليل ما تحتاج لا طبيب ولا ممرض ولا رقي الجسم البشري ديالنا رأى في عجائب وأسرار هل تعلم سيد العمار بأن الجسم ديالنا فيه صيدلية كبيرة بامتياز جميع المواد الطبية لكن في الصيدلية رأى مركزة في الجسم البشري راكين واحد المجموعة ديال المواد غريبة جدا شوف بعد مرات كتكون شي حادثة وشي واحد كتضرب شي ضربة خطيرة وما كيحش بيها حتى كتدوز نهار يومين حات كيحس بيها هنا الأطيبة كيقول لك أشوك عليها لش ما قدش تتألمت يقول لك ديالك اللحظة تخلع هو يطلع واحد المادة على الكورتيزول وطلعت واحد المادة في الجسم الأندريانين هذو مجموعة مواد غريبة في الجسم كتطلع من اللي كتطلع كتبشي بالمكان ديال الداء وكتعطيه التسكين وله ما سكن بالليل والنهار كيوقع التسكين حتى كيبراد ويمشي لهذا الإحساس ويدهب الخوف عاد كيشعر بالضربة ما معنى ذلك؟ هذك المادة مني نجابها؟ الجسم مولد تولد الجسم عندنا في جميع أي داء عندك را في الجسمك دواؤه عندك سرطان عندك ألم في الدراس عندك أي مرض جسمك فيه دواؤه لكن هذك الدواء مني تجيبه را راكد را مخبف مكان معين را عندنا هرمونات غريبة كي الهرمون السعادة هناك هرمون الرحمة هرمون البركة كيف الجسم ديال الدخل؟ باش كنخرجوه؟ باش كنولدوه؟ كتولد بوحطاقة مولدة ما هي؟ هي الاكتار من ذكر الله حينما تكتر من ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون اللهم صل على سيدنا رسول الله وتستمر هكذا ذكر الله حضرها التاب لما تشعر؟ كتأخذ الأجرط أي نعم كتأخذ التواب ولكن هناك طاقة مولدة لخلايا وهرمونات غريبة في الجسم دقيقة جدا قد لا ترى بالمجهر بالميكروسكوب وهي تحتاجها ملكة الخراسك بأنك في وضعية صعبة كتخرج وكتطاكك وكتحميك لذا كتلقى بعض الناس سبحان الله العظيم كتلقى ما كيتألم ما عنده أعصاب ما عنده قلق ما عنده خوف ما عنده اهتمام بالرزق ما عيش مزيان عيش منعما مكرما مرتحا نومه راحة إلى وضع رسول المخدع كي يحلم أحلم جميلة كي يحلم رسولك يتسار في ملكوت الله كيمشي الأماكن للطبيعة الخلابة البراري والنخيل والوديان والسهول ويرى أجمل مخلوقات الله الطاووس الأسترالي ورائحة المسكي والطيب نومه راحة ويقضته باركة في مكت حرك كتلقى مبارك مرحوم مويسر والبرد قليك تفتح من جباد خير كله واجابوا بالحذاقة واجابوا بالمهارة والكفاءة جابوا بذكر الله تعالى إذا وضبت على ذكر الله ويكون قلبك خالي من الكراهية لأحد من الخلق حيث مثل الكراهية هين بعض الناس يذكرون الله ولكن قلبه بقي مازال بغين تعقم وحاقد على فلان ومكراش الفلان لأداهي كن جابين يديه كن وراه للصعصعين وراه للشمس في عزي الظهر لا 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 هذا لن يستفيد لأن قلبه بقي عمر بالكراهية وبالانتقام من اللي بغي يستفيد يخلي القلب دياله من هذا الشيء يسمى العلماء التخلية قبل التحلية يتحلى في قلبه عن الكراهية وعن البغض حيث اللول يذكر الله تعالى وينقي قلبه ويمدد الخير وسترى عجائب قدرة الله هذه ثلاث بصايا كن قل السادة المستمعين إذا أردتم أن تتغير حياتكم إلى الأفضل إذا أردتم أن تغيروا منهج التفكير كله والحياة كلها تنقلب رأسنا العاقب رزق وبركة وصحة وعافية وسعادة وابتهاج ركز على هاتل الأشياء رغم محتاجة لا ميزانية لا تصويت بالأغلبية لا مجالس انتخابية لا تحجى محتاجة فقط غير النية اللول قلبك ما يكونش عمر بالانتقام الكراهية لجهة معينة بإخلال الناس اللي أدوك وخاذوا رزقك والله يسامح في الدنيا والأخيرة الله يسامح تخلي قلبك طاهر الحاجة الثانية هي لسانك يبقى دائماً رطباً بذكر الله عمرو مغدعية اللسان ما فيه أعظم يبقى يتحرك باستمرار ما فيش الألم ذكر الله باستمرار الحاجة الثالثة كن دائماً عندك النية ما تددك الخير ما تددك الخير ما تددك النية لك يا الله معايا يالله سيدي نزل معايا نزل معاك ما تددك كده ما تقول أن تخلص أراسي عندك البشر ما لا لا هذا تفكير تفكير يا الهروب لا خلك دائماً مددك الخير وسوف ترى عجائب قدرة الله سيدي عمر الله شافيك ويعافيك تلب الله تعالى باسمه الشافي وباسمه الكافي أن يشافيك من كل داء وكل سقم وإن شاء الله السكر يرجع إلى مقياسه العدي ويمتعك الله بنور البصر وبنور البصيرة وذلك الشريفة مسكينة للآن هي في المستشفى نقول لها كما علمنا النبي الصلاة صلى الله عليه وسلم أن نقول رب الناس أذهب الباس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءاً لا يغادر ساقماً ولا يبكي ألمع اللهم شافيها بشفائك وطبها بطبك وعالج بعلاجك آمين آمين وعالج جميع مرضانا ومرضى المسلمين قولوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم ونتحول مرة أخرى من إقليم ستات ونمشي إلى إقليم أسفي مع أختنا للا خديجة السلام عليكم عليك السلام مرحبا للا خديجة باركة العواش الله باركة للا لحمد رب ونشكره لحمد الله يا مرحبا للا خديجة أبي بكدير يد وعراني مريدة شوية الله يحفظك الله يحفظك الله ينورك بنور الله وخلا خديجة أنا قم سوف نلوزك عند الستوندار إن شاء الله يتوق الرقم بإذن الله لا خديجة لا إله إلا الله الضيشة في الجميع لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأحباب الكرام لا نستهين بالدعاء هل تعلمون بأن الدعاء هو مخ العبادة إلا كننا في هذه الدنيا أولى الأولوية اللي احنا مطالب بها قبل العلم والعمل وجميع الأشياء أخرى أول شيء وهو العبادة هذا هو ابن سلم الأولويات المطلوبة منا في هذه الدنيا وهو العبادة ربنا عز وجل حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة هي رقم واحد لكن إشنا هو الجوهر للعبادة والمخ للعبادة ها هو الدعاء لهذا الدعاء رهو رقم واحد في سلم الأولويات من ألهم الدعاء فقد ألهم خيرا كثيرا لأن لما تدعو الله تعالى تناجيه ويسمعك سبحانه في عليائه وهو معك قريب سبحانه يسمعك ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي يؤمنون بي ولم يروني وإنهم يرفعون أيديهم ويلتمسون مني العطاء يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم ثم إن الله تعالى يعطي الجواب الجواب ديال الدعاء كيكون على أقسى من ثلاثة وحد الفئة يقول يا رب يعطيني يعطيني كيقول الله هاك خذ وفسيه كيمشي ويقدر ياخد الحاجة دياله ولن يدعو الله بعدها قد حاجته إنسان بغن مصلحة رعط أهله مولانا وزاد في حاله وكين فئتان يا كيبقى يدعيد عيد عيد وربي عز وجل لك يقول يقول لجبرائل يا ربي هل أعطي حاجته يقول لله تعالى يا جبريل لا تقضي حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه أحب أن أسمع دعاءه ربي عز وجل ما باشي أعطيه حتى لا أعطيه حلول غد غري يخذ للمصلحة دياله وغد انسى ذكر الله وغد يمحي يتيه في الدنيا ربك اللي خليه يبقى يقوم الليل خليه يتألم وكل ما يقول آه الله يا ربي يا حنان كيبقى ربي يسمع دعاءه وكيأم البدح تاكي يجمع لي الله الخبيزة كلها وكيأطيها لي خامرة كيأطيها لي زينة كيأطيها لي كبيرة مضعفة هذا النوع الثاني أما النوع الثالث وهذا من أهل الله كيبقى يدعي دعي دعي وربي سبحانه وتعالى كيقل لهم ادخلوا له دعواته إلى الدار الآخرة فكيبقى نعمر كله وكيأس من رحمة الله ودائما سعيد بمونجة الله حتى حينما يلتحق بالرفيق الأعلى وكيكون في الدار الآخرة يفاجأ غير كيدخل الدار الآخرة كيلقى جبال مثل جبال أحود وثهامة من الحسنات والبركات يقول الله تعالى هذه لك يقول لي ما تصدعت حتى أنا لكل هذه الخيرات يقول دعوتني ودعوتني ولم أعطك وادخرته لك في الدار الآخرة هناك يقوم دوك الناس لداروا الدعاء واربي استجبلوا في الدنيا كيشعروا بالغبينا لاشك تسمى يوم التغاب عدنا في القرآن واحد صورة اسمها صورة التغاب هو معنى أن الإنسان يشعروا بالغبينا يقول يا حسرتاه ياربي كون في الدنيا نقول غير كنتك ندعي وما أعطيتني شيء جواب لو أنك ادخرته لي في الدار الآخرة لهذا الصالحون كانوا لا يهمهم الإجابة وإنما يهتمون بالدعاء فللخ هذه تضو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة التي وافقت عاشورا نسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة وبالعافية وبتامن العافية الله يجعل لك الركيبات ربي يجبر العظم ديالك ويقوي فيك الإرادة والعزيمة هدك الظهر أسأل الله تعالى أن ينقذ ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله شفيك بشفائه اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا غدا وشفاء قل هو للذين آمنوا غدا وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم يا رب العالمين يا أرحم الرحيمين ببركة آية الشفاء في كتابك العزيز اللهم شافي للا خديجة اللهم شافيها وطبها في الغيب وشافي زوجها وشافي العائلة جمعاء وشافي كل مرضى المسلمين يا رب في هذه الساعة كل من يئن من مرض أو سقم اللهم ببركة آية الشفاء في كتابك العزيز تجلى علينا وعليه وعلى الجميع تجلى علينا بشفائك تجلى علينا بالصحة والعافية وبالكرامة الربانية اللهم عجب الفرج واحفظ اللهم الأولاد للخديجة يا رب أقر بهم العيون وجعلهم صالحين ومصلحين وجميع أبناء المسلمين قلوا معنا آمين 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 يا رب يا كرم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيمة رب أدخني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير رب إني أعود بك من همزات الشيطين وأعود بك رب أن يحضرون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يثقه قولي اللهم يا رب العالمين أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا مسلمين وأخرجتنا من ظلمة